بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلف الأداء رقم 6 من أدوات إدارة التكلفة نظام تكاليف دورة حياة المنتج فنظام تكاليف دورة حياة المنتج اللي هو Life Cycle Costing أو LCC ما هي نظام تكاليف دورة حياة المنتج؟ تنبع أهمية هذا النظام اللي هو LCC في أنه يهتم بدراسة وتحليل التكاليف في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج حيث يقوم على دراسة مراحل سلسلة القيمة والتكاليف الخاصة بكل مرحلة والعمل على دراسة إمكانية تخفيض التكاليف في كل مرحلة مما يؤثر بالإجابة على ربحية المنشأة وتعزيز قدرات التنفسية في السوق مراحل تحليل دورة حياة المنتج تظهر في الشكل التالي دورة حياة المنتج بتبدأ بشراء المواد الخام ثم تحريك ونقل المواد الخام ثم التصنيع ثم البيع ثم التوزيع ثم المستخدم النهائي وأعادة دورة الحياة والتخلص من المنتج وهكذا دي سلسلة دورة حياة المنتج الأداة السبعة والأخيرة من أدوات إدارة التكلفة أسلوب الرقابة على الجودة الشملة Total Quality Control TQC ما هي أسلوب الرقابة على الجودة الشملة يمثل هذا الأسلوب عملية مستمرة تبدأ مع بداية الإنتاج وتنتهي عند المستهلك المستهلك اللي هو العميل وتسعى للتحقق من أن المنتجات أو الخدمات تنتج بالمواصفات والمقاييس والمعايير المطلوبة ويستوفي الشروط المطلوبة وقيام إدارة المنشاة بتطبيق نظام الرقابة على الجودة الشملة سيساعد في ضمان تحقيق مستويات أعلى لجودة النظم المطبقة بالمنشاة وجودة عملياتها ويه كمان؟ وجودة منتجاتها النهائية يبقى ثلاث حاجات جودة نظم جودة العمليات جودة المنتج النهائي وهذا سيعزز من القدرة التنافسية للمنشاة نتيجة تحقيق حصة أكبر في السوق وتلبية رغبات المستهلكين أبعاد أسلوب الرقابة على الجودة الشملة تتمثل في الشكل التالي ببدأ جودة النظم المطبقة في الشركة ثم جودة العمليات اللي بتقوم بالتصنيع ثم بالتالي لو حصل جودة في النظم وجودة في العمليات بالتالي سيحدث جودة في المنتج النهائي وهذا ما يطلبه العميل لما بمشي الهرم ده بيحصل تحقيق معيير الجودة اللي هي الأيزو 9000 وفي نفس الوقت تعزيز القدرة التنافسية للشركة ترجمة نانسي قنقر